اشتركوا في القناة الله علينا بالفرج من حيث لا نحتسب وهيأ لنا الأسباب المؤدية إليه أعرف أن الفرج قريب وما تأخر إلا أن نستعد له إن انتظار الفرج من أفضل العبادات وإن الله يأتي بالفرج عند انقطاع الأمل وعن عدام الحيل الفرج يأتي من الله تعالى على قدر شدة البلاء فالصبر شجرة ذورها مرة وثمارها شهية الوهم نصف الداء والإتمكنان نصف الدواء والصبر أول خطوات الشفاء لا تفكر كثيرا فيما سيحدث لك في المستقبل دعي الأيام تريك عليك بالتحلي بالصبر عندما يصيبك أمر تكرهه فبعد العسر يأتي اليسر والصبر أفضل علاج للحزن فيمكن للأمل أن يخفف الألم الذي تشعر به عندما تسقط دمعة الحزن من العين أقوى المحاربين هما الوقت والصبر حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر يساعدنا الصبر على أن نقلل ما نهدره من وقت وطاقة ومال يوجد نوعا من الصبر صبر على شيء تكرهه وصبر على شيء تحبه نحن لا يمكن أن نتعلم الشجاع والصبر إذا كان كل شيء في العالم مليئا بالفرح إن غدا لنظره قريب يدوم السندان أكثر من المترقة صبر قليل يساوي راحة عشر سنين يمكننا أن نعتبر أن الحياة تكون من شيئان فقط دموع الحزن وضحقات الفرح والسرور إياك أن تشعر بالعجز عندما يكون همك كبيرا فقد يكون الفرق قريبا جدا لكنك لا تراه الحبل إذا اشتد قطع فهذه هي المصائب والهموم إذا اشتدت اعلم أن الفرق قريب فلكل حزن النهاية كل شيء سيء يصيبك في الحياة له سبب وسيعلمك درسا جديدا عن هذه الحياة وأيضا له نهاية اعرف أن الفرق قريب وما تأخر إلا لنستعد له فلا تجزع وإن أعصرت يوما فقد أيصرت في الزمن الطويل وبكده كانت نهاية الفيديو بتاع النهاردة ياريت يكون عجبتكم الأقوال عن الفرق وعن التسير وعن التعلم فن الحياة أترككم في رعاية الله وحز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر